أهلا بكم مشاهدين في هذا العرض الذي نخصصه لما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوية لعام 2018 والذي يتضمن أبرز انتهاكات العام وأحداثه وقد وثقت الشبكة عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد والقوات الروسية وكذلك قوات التحالف الدولية وكانت على الشكل التالي حيث ارتكبت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية 130 مجزر خلال عام 2018 أما حليفتها القوات الروسية أيضا فقد ارتكبت بحق المدنيين 27 مجزر بدوره التحالف الدولي ارتكب أيضا 28 مجزر واستمرارا لنهجها في القتل العشوائي القت قوات الأسد 3601 من البراميل المتفجرة في عام 2018 وكذلك استخدمت هذه القوات الأسلحة الحارقة في 11 هجوما بينما استخدمت القوات الروسية الأسلحة الحارقة في 14 هجوما والتحالف الدولي استخدمها في ثلاث هجمات كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2018 ما لا يقل عن ست هجمات باستخدام الأسلحات الكيموية في سوريا جميعها على يد قوات النظام ترجمة نانسي قنقر